تحية طيبة لكم أينما كنتم عدد اليوم نخصصه لعنصر أساسي للتنمية الاقتصادية قطع النقل واللوجستيك بالمملكة على موعد مع نقلة نوعية خلال سنوات المقبلة استثمارات تفوق 40 مليار دولار أنفقها المغرب على هذا القطاع على مدى العقدين الماضيين طرق سيارة وسريعة موانئ ومطارات مجموعة من المشاريع الكبرى من أجل توسيع شبكة السكك الحديدية وربط المدن الرئيسية والموانئ والمطارات بشبكة حديثة وفعالة إضافة إلى مخططات لربط 35 مدينة و15 مطارا دوليا من إضافة إلى 12 ميناء بحلول عام 2040 وما بين 2013 و2020 أزيد من 60% من شبكة الطرق الوطنية هي حتى الآن في حالة جيدة وفق تقرير لمجلة جيوبوليتي كونفلية الفرنسية على أن يتم تعزيز هذه الشبكة بـ 7000 كم من الطرق الوطنية و2000 كم من الطرق السريعة و4500 كم من الطرق القروية بحلول 2035 ومن الطرق إلى النقل البحري يبرز ذات التقرير عن ميناء التنجة المتوسط من أكثر الموانئ الجاذبية ومن بين أفضل 20 ميناء للحاويات بالعالم في الوقت الذي يرتقب فيه استثمارات بأزيد من 7 ملايير دولار لتحديث البنية التحتية المينائية بحلول 2030 جهود حتيسة إذن لتطوير منظومة النقل واللوجيستيك أبرز ملامح هذا التطور نتابع البعض منها بعد هذا التقرير النمو الاقتصادي مرتبط بشكل وثيق بتطور منظومة النقل واللوجيستيك من هذا المنطلق بدل المغرب جهودا حفيثة لتطوير منظومته للنقل واللوجيستيك منذ العام 21 وألفين من خلال تطوير بنيته التحتية مستغلا موقعه الجغرافية الذي يجعله قطبا راحة على خطوط النقل واللوجيستيك الدولية ويكفي التذكير هنا بأن المغرب يطل على أحد أهم وأكثر في الممرات البحرية في العالم مضيق جبل طارق بفضل هذا الموقع واتفاقيات التجارة الحرة المبرامة مع العديد من الشركاء تسعى المملكة لأن تصبح ملتقى للمبادلات التجارية وتعزيز موقعها كقاعدة جهوية في مجال الصناعة والتجارة واللوجيستيك الموانئ تلعب في هذا الإطار دورا كبيرا فبعد الميناء المتوسطي يتوقع أن يعزز ميناء النظور الكبير كما ميناء الداخل عند بداية نشاطهم التنافسية الدولية للمملكة والموقع المغربي المتقدم عالميا وقاريا المغرب انخرط في سياسة تحرير قطاع النقل البحري كما قام باعتماد إطار قانوني متطور لتنظيم بناء وصيانة واستغلال المنشآت المينائية في إطار استراتيجية مينائية طموحة في أفق العام ثلاثين وألفين فاسحا المجال لمشاركة مختلف الجهات الفاعلة من القطعين العام والخاص تطوير بنية النقل واللوجستيك الوطنية لم تكتفي بمجال دون آخر فإضافة إلى النقل البحري هناك عمل حفيث في تطوير النقل الجوي ساء عبر النقل الوطني أو الشركات الدولية التي بدأ بعضها في اختيار المغرب مقرا جهويا له هذا التطور يشمل كذلك مشاريع لتوسيع النقل السكاكي كما تطوير قطاع النقل البري ولكي يكون هذا التطوير مستداما يشهد قطع اللوجستيك توجها نحو الرقمانة وتبني أحدث التقنيات لتحسين الكفاءة والإنتاجية وترتكز الجهود الحكومية على تطوير شراكتها مع القطاع الخاص والمؤسسات الدولية لتعزيز الابتكار وتطبيق أفضل الممارسات في مجال اللوجستيك بهدف تحقيق تطور مستدام وجادب للاستثمار في القطاع تطور مترددا لمنظومة النقل واللوجستيك بالمملكة أرحب بضيفية حول هذا الموضوع لأستاذ مصطفى شعون الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية للنقل واللوجستيك متعددة الوسائط ورئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك أهلا وسهلا بك أستاذ مصطفى شعون أهلا وسهلا وشكرا على الاستضافة أهلا وسهلا ورحب أيضا بضيفي أستاذ مصطفى العلاوي أهلا وسهلا بك أهلا وسهلا أستاذ أسماء أهلا وسهلا بضيفك الكريم وكل مشاهدين الكرام أستاذ دريس العلاوي عفوا شكرا أبدأ معك أستاذ شعون إذن سنبدأ بمشاريع النقل واللوجستيك عموما بالمملكة وإلى أي حد اليوم باتت تستجيب لمتطلبات وحاجيات التنقل دوليا وإقليميا شكرا أولا على إترى هذا الموضوع اللي هو دورة هينية لأننا اليوم نعيش داخل المملكة المغربية وتحول تحول استراتيجي خصوصا كيفما جاء في تقديم دي لكم أنا في العقدين الآخرين عرف قطاع النقل ومعه بطبيعة الحال كل مهال المرتبطة باللوجستيك عرف تطورا كبيرا ونماءا خصوصا أنك الاهتمام أعطيه لهذا القطاع بعد دخول مجموعة للمقصديات القانونية لحيز الوجود وكذلك في إطار رؤية السديدة لصاحب الجلالة أنه يتطور هذا القطاع خصوصا لمستوى البنيات التحتية أن اليوم التطور دي القطاع وتقدم دياله جاء في رؤية مندمجة لرئيس الدولة المغربية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله خصوصا بدأت هذه الدفرة وهذا التطور مع إحداث ميناء تنجع المتوسط ومن خلال إحداث ميناء تنجع المتوسط تفرعت عليه كل مشاريع خصوصا بالمشاريع المتعلقة بتطوير البنيات التحتية كذلك من كل منظومات ديال النقل كذلك أن هذه المنظومات النقل ستكون منسجمة فيما بينها عن المستوائنين للجميع أنمط النقل وذكرتوا في تقديم ديالكم يعني التقديم كان مفيد ومفيد جدا أعطى أرقام ومؤشرات اللي هي مهمة ومهمة جدا وهذه المؤشرات والأرقام ستحيلون كذلك على السيرورة والاستمرار في تتبع كل هذه المشاريع إلى حين أن تكون لدينا منظومة هذه النقل والتنقل كذلك لأن اليوم نتحدث عن النقل واللوجيستيق ولكن لا بد أن نتحدث عن التنقل داخل أرض الوطن وخارج أرض الوطن نعم إلى حين أن تكون هذه المنظومة متكاملة وتستجيب لكل حاجيات التنقل الوطني والدولي أستاذ العلاوي يعني إلى أي حد يشكل هذا القطاع اليوم أحد الرهانات التنموية بالمملكة وعليه تعاول المملكة على المدى القريب ومتوسط طبعا وأكيد أستاذ أسماء بأن هذا القطاع هو قطع محوري في كل الاقتصادات يعني إذا شفنا كل الاقتصادات الدولية تعتمد على تطوير القطاع النقل وقطاع اللوجيستيق لماذا؟ لأنه نعرف بأن لا حركية لا تنقل إلا إذا كان لدي قطاع يعني كبير يضمن الحركية للسلع والأشخاص من طبيعة الحال فاليوم باش أنه نعطيه بعض الأرقام ومؤشرات إضافية لمهمة جدا أنه باش نعرف الأهمية للقطاع في المملكة المغربية فنحن نتكلم على قطاع يمثل ما يقارب 5% من ناتج داخل الخام نتكلم أيضا على قطاع يشاغل أكثر من 470 ألف يعني مواطن ومواطنة مغربية وبالتالي فهذا القطاع له قيمة مضافة في الاقتصاد الوطني وبدونه لا يمكن أن نحقق الأهداف استراتيجية للمملكة المغربية في أفق 2030 و2035 فقط كإشارة يجب أن نقول بأن المملكة المغربية اليوم يعني مرت لسرعة فائقة لمواكبة التوجه الاقتصادي للمملكة المغربية لأنه إلا شفنا قانون المالية لسنة 2023 وقانون المالية لسنة 2024 تنعرفوا بأنه كانت هناك واحد زيادة دي الحصة الاستثمارات ب43% انتقلنا من 7.6 مليار دي الدرهم إلى 10.6 مليار دي الدرهم وبالتالي فنحن نعي بأنه مواكبة تطور دي الاقتصاد الوطني يمر عبر تطوير قطاع النقل وقطاع اللوجيستيك من طبيعة الحال أكيد بأنه كانت هناك عدة لقاءات يعني بالنسبة للحكومة لأنها تعرف بأن هناك تحديات كبرى يعني تواجه العالم وبالتالي فيجب أن نستجيب وأن نكون قادرين على رفع هذه التحديات نعرف أيضا بأن هناك مشروع كما لدينا ميثاق جديد الاستثمار هناك مشروع لميثاق جديد لهذا القطاع لمواكبة هذا الزخم من المشاريع الكبيرة للمملكة المغربية اليوم نتكلم على استثمارات كبيرة وكبيرة جدا نتكلم أيضا على محطات اللوجيستيك في الدار البيضاء في القنيطرة في فاس في عدة مدن المغربية في سنة 2024 سيكون هناك تشيد لبعض هذه الأماكن وبالتالي فهذا القطاع كما قلت في البداية هو قطاع محوري لا يمكن أن نتكلم على تنافسي الاقتصاد الوطني بدون أننا نعطيه الأهمية لهذا القطاع بشأنه نواكب السوق الداخلية مهم جدا أيضا أنني نشير بأنه كل المواطنين المغاربة معنيين بتطوير هذا القطاع لماذا؟ لأنه فشتا تكلم على مقاولة تنافسية تكلم على قطاع ديال النقل وقطاع ديال اللوجيستيك مواكب لخفض هذه التكلفة الإنتاجية ولا كانت عندي من طبع الحال خفض أو تحكم في التكلفة الإنتاجية بصفة مباشرة سيكون عندي تأثير على الأسعار وبالتاليفة المواطن البسيط أيضا سيستفيد من هذا التطور ديال هذا القطاع لمهم أيضا الإشارة إليه أستاذ أسماء هو أنه حين نتكلم على هذه الحركية في الاقتصاد الوطني ونتكلم على الأوراش الكبرى في المملكة المغربية فأكيد بأنه الدور المحوري هو أنه نشجعه يعني نحتل المستثمرين في هذا القطاع نعم قبل أن نتحدث عن المستثمرين عفوا أستاذ العلوي يعني دائما في إطار تحول كبير وواضح لهذا المشهد مشهد النقل في المغرب كيف ترون أن المملكة تشتغل على هذا الجانب على كل قطاع لحيدة قطاع النقل السيكاكي قطاع الجوي القطاع الطرقي البحري يعني خاصة فيما يتعلق بالتوزيع المجالي لهذه المنظومة كاملة وطبع الحل اليوم نحن لتحصيله حاصل اليوم أول مرة في تاريخ المملكة المغربية هناك وزارة خاصة بالنقل واللوجيستيك في السابق كانت الوزارة كان النقل وقبله يعني اللي كان مندمجا مع قطاعات أخرى كالتجهيز وقطاعات أخرى وأشياء العموية اليوم كانت وزارة خاصة بالنقل واللوجيستيك تنسقه مع باقي يعني المتدخين في القطاع كوزارة الداخلية وكذلك المجالس المنتخبة من أجل يعني تنزيل كل استراتيجيات التي تم التوافق عليها وخصصت لها أموال يعني بعضة في هذا الصدد اليوم كذلك المغرب عرفة يعني واحدة طفرة نوعية من خلال إحداث الوكالة الوطنية لسلام الطرق لأن هذا أمر مهم وينجا في حد الوقت لم تكلمناش عليه بزاف ومعطناش الأهمية للقصوى دي إحداث هذه الوكالة لأنها جاءت في ظروف الجائحة وفي ظروف كوفيد كان هذا التحول في إحداث الوكالة الوطنية لسلام الطرقية التي تتواكب كل إجراءات المتعلقة بالسلام الطرقية اليوم الاختصاص أصبح واضحا هناك وكالة وطنية للأنشطة اللوجستيكية كذلك وكالة وطنية للسلام الطرقية كان وزارة خاصة بالنقل اللوجي تنسقه مع كل قطاعات دي النقل وفقها استراتيجية مندمجة لمن خلالها أن يمكن المغرب أن يكون عنده بنية بنية دي النقل اللي ستكون قوية وقوية جدا أولا تلبي الحاجيات والطالبات دي المقاولات المغربية ودي كيفما تطرق له أستاذ الفاضل أن الشعب المغربي والمواطن المغربي القارص في هذه المنظومة دي النقل وكذلك يتواكب كل سياسات خصوصا أن اليوم الموقع دي المملكة المغربية يعني الموقع الاستراتيجي دي المملكة المغربية يجعل منها منصة قوية جدا للمبادرة التجارية وخير دليل ما تطرق له صاحب الجلالة في خطاب الأخير في خطاب ديكرة المسيحة الخضراء ديكرة 48 المسيحة الخضراء أنا أتكلم عن الواجهة الأطلسية اليوم والبعد دي الواجهة الأطلسية إذن هناك رؤية هناك تصور هناك استراتيجية لابد أن اليوم كل ما حققه المغرب أنه يتستمر بشكل جدي وتكون جديا كذلك اللي تكلم عنها جلالة الملك في التعامل مع القطاع دي النقل ودين المهن اللوجيستيك المرتبطة بها لأننا اليوم نتكلم عن مهن جديدة مستحدثة مهن اليوم ما كانت في السابق هذه المهن نتكلم عن التكوين نتكلم عن المجموعة دي الأمور نتكلم كذلك على منصات لوجيستيكية إذن اليوم القطاع هو متنوع وفيه عدة روافض ولكن في نفس الآن هو منتجم ولاه علاقة فيما بين كل يعني الروافض التي اليوم تشكل العصب دير هذا الاقتصاد النقلي إن صح التابع نعم هناك رؤية وهناك أيضا تحديات وبالنظر يعني يعني الضرفية الراهنة الاقتصادية بالعالم وبما فيها المغرب أستاذ العلوي كيف تبرز أهمية هذا القطاع اليوم كيف يستجيب إلى معايير يعني التنافسية برأيك هو أكيد بأنه حين نتكلم على قدرة الاقتصاد الوطني على الصمود يعني في مرحلة ما بعد كوفيد فهذا القطاع كان له دور كبير جدا فحين نتكلم على يعني استعادة القطاع السياحي لعافيته في حد الفترة اللي هي وجيزة فلولا الحيوية ديال هذا القطاع القطاع النقل والغوجيستيك ما كنا لنصل إلى يعني إلى الأرقام التي وصلنا إليها في قطاع سياحة فأنا كما قلت في البداية هذا القطاع هو يعني في صلب التطور الاقتصادي في كل القطاعات اليوم حين نتكلم على ما وصل إليه المغرب في قطاع السيارات في قطاعات الصناعية فأكيد بأنه من بين الدعمات الأساسية لهذه القطاعات هو قطاع النقل وقطاع اللوجيستيك من طبيعة الحال هذه الاستثمارات الكبيرة جدا التي تعلها في المقدمة أستاذ أسماء هي استثمارات مواكبة للقطاعات الأخرى لأنه حين نتكلم على قطاع معين وقيمة مضافة معينة نأخذ بعين الاعتبار يعني الاستراتيجية ديال النقل واللوجيستيك والإمكانية لتحقيق الأهداف بموازات مع تطور القطاع يعني ديال النقل واللوجيستيك واللي هدف أنا أؤكد ما قاله الأستاذ مصطفى هو أن هذا القطاع يعني هو قطاع يربط بكل القطاعات لتمكينه من إنتاج ما يمكن إنتاجه في النتج الداخلي في النتج الداخلي الخام أكيد بأن هناك تحديات مستقبلية كبيرة جدا أكيد أيضا بأننا نتأقلم مع هذه المتغيرات على الصعيد الدولي حين نتكلم اليوم على الأزمات المتتالية واللايقين على الصعيد الدولي فهذا القطاع من طبيعة الحال يساير هذه المتغيرات وأيضا يقوم بخطوات فعالة لكي نتجنبا الإشكاليات ديال التورين الإشكاليات ديال إيصال البضائع والسلع من طبيعة الحال مهم جدا أنني نشير بأنه في خلال جائحة كوفيد يعني التسعة عشر لو لا نجاعت يعني هذا القطاع ما كناش أنه تكون لدينا هذه الوفرة ديال السلع والوفرة ديال كل البضائع في كل جهة المملكة المغربية وبالتالي فأكيد بأنه وصلنا الواحد المستوى ولكن يجب الإشارة أيضا بأن هناك تقارير دولية باش نعطيه الأهمية ديال هذا القطاع ديالنقل واللوجيستيك يعني كان آخر تقرير للبنك الدولي قال بأنه يعني تأخر بعض الشيء في تحقيق بعض الأهداف استراتيجية في هذا القطاع ربما يفقد المغرب جوج إلى 3% من نتج الداخل الخام لأنه كان هناك نقص في بالأخص تنقل جماعي وبالتالي فحين نتكلم على جوج حتى 3% من نتج الداخل الخام فهذا أرقام كبيرة جدا اللي ممكن أن الاقتصاد الوطني أنه يستفد منها واللي أكيد والجميل في الأمر هو أننا مقبلين على سنوات اللي المغرب غير يستفد من هذه الأمور ومن المشاريع المستقبلية بشأنه هذا جوج حتى 3% من نتج الداخل الخام تكون قيمة مضافة الاقتصاد الوطني وحين نتكلم على قيمة مضافة الاقتصاد الوطني نتكلم بشكل مباشر على النقص إشكالية البطالة والنقص في نسبة البطالة في المملكة المغربية نعم بما أنك تتحدث عن أرقام أستاذ العلاوي هناك تقرير لدراسة دولية متخصصة في الأبحاث متدور إنتليجنس أعتقد اسم الأبحاث يفيد بأن حجم سوق الشحن والخدمات اللوجيسية بالمغرب حتى 2024 وصل إلى 30 مليار دولار من المرتقب أن يصل إلى 30.38 مليار دولار في أفوق 2029 وبالتالي حين نتكلم على الرقم الحالي اليوم نتكلم 22.59 وربما أن نصل إلى 30.38 فهذا يعطي بعض المؤشرات الكبيرة والمؤشرات مهمة جدا يعني أنه سوق كبير جدا حجم السوق كبير جدا ولا ننسى الموقع استراتيجي للمملكة المغربية للرد بين قارات وبالتالي فاليوم نتكلم على سوق كبير جدا مع يعني وحد البوتونسيال أو يعني الإمكانية لها استثمارات كبيرة جدا وبالتالي فالتطوير يعني تعزيز تطوير هذا القطاع غد يعطينا الإمكانية أنه أيضا نعزو يعني نكون كرافع هذا القطاع يكون كرافع على القطاعات الأخرى بشأنه ممكن نوصل إلى أهدف استراتيجي فهذا تتكلم إلى 30.38 مليار أقريبا 300 مليار درهم وبالتالي فإلى حسبنا كل نقطة من ناتج الداخل الخام سنكون تتكلم على 0.5 من ناتج الداخل الخام كنمو اقتصادي وبالتالي فهذا تعطينا الفرصة بأننا نزيد نحق الأهدف استراتيجي للنموذج التنمووي الجديد وأتمنى صادقا بأننا نستعمل هذه الأرقام كبوصلة بشأنه نوصل إلى 7% و8% لكينا في النموذج التنمووي الجديد نتمنى ذلك أستاذ شعون أشارت قبل قليل إلى المبادرة الأطلسية الملكية أنتم رئيس الاتحاد الأفريقي لمنظمات النقل واللوجستيك ومن أجل تحقيق تعاون الأفريقي متعدد الأبعاد هذه المبادرة أو مشروع المبادرة الأطلسية لتعزيز ولوج دول الساحل إلى المحيط الأطلسي كيف يبرز دور المغرب اليوم بالنظر إلى هذه المنظومة وهذه المعطيات التي ذكرنا الآن متابعة الحل في هذا الموضوع بدأت كانت المملكة المغربية دائما صباقة في كل مجالات أنا أؤكيد في كل مجالات المرتبطة يعني بالعلاقات الاستراتيجية مع الدول الأفريقية وكذلك مع المغرب يعني من خلال تبني أولا سياسة جنوب جنوب اليوم خطاب جديد توجه هذه استراتيجية أخرى يعني ترسم عليها المملكة المغربية ولابد إحنا كمهنين ندير نقل أنا ننخارط فيها بقوة ولهذا الغرض اليوم الحمد لله المملكة المغربية تترأس الاتحاد الأفريقي المتدمر تنقل ولوشيك وبالمناسبة بالأجنة نور الرأي العام هو يعني اتحاد أنشئ السنة 2018 بمبادرة من المملكة المغربية واليوم تطور العمل لهذا الاتحاد وإن شاء الله الرحمن الرحيم احنا مقبلين على المؤتمر الأول سينعقضوا بمدينة ستنجا للشهر المقبل يوم 22 أكتوبر يعني بالضبط ومن خلاله مجموعة هذه الدول أبدت الرغبة دي لها أنها تلتحق بصفوف هذا الاتحاد لأن الأهداف دياله هي أهداف واضحة أهداف تنموية أهداف أنها يعني بعيدة كل البعد على كل السياسات العمومية هي أهداف اقتصادية مهنية استراتيجية من أجل تطوير هذا الربط بين الدول لأنه بطبيعة الحال اليوم اللي كعرف خبايا القرار الأفريقية كانت إشكالات وإكرهات مرتبطة أولا يعني بالتنسيق بين الدول خصوصا أنه كان مجموعة تجموعة ديال الدول اللي تنسقوا فيما بينها اليوم دول الغرب الأفريقية هي اليوم متقدمة في مجموعة ديال القوانين وديال الأنظمة وتروم أنها تكون عندها تنقل البضائع اليوم الدور ديال المملكة المغربية هو تنسيق بين كل هذه المجموعة ديال الدول من أجل ترسيم خطة أو تصور عفوا للنقل والتنقل يكونوا السادم أولا بدأوا بما هو سهل هو النقل الطرقي لأنه سيكون أسهل لأن اليوم كذلك لا النقل الجوي ولا النقل السكاكي ولا النقل البحري هذا كتبقى أمور اللي كتهم سيادة ديال الدول كتبقى تصورة ديال الدول والعلاقات بين الدول ولكن نحن كميهنين ديال النقل يمكننا أن نطرق فيما هو طرقي فيما هو بالري وكذلك لما لا نقل كل تجارب المغربية الناجحة لأن المغرب يعتبر اليوم كيفما سبق لي وأشرت أنه رائد في كل مجالات لأن اليوم نحن كنت تكلم على كيفما قلت على البيرمي أبوان المغرب الحمد لله متقدم كنت تكلموا على تكوينات كنت تكلموا كذلك على المقتضيات القانونية رغم أن هذه المقتضيات القانونية اليوم كيفما قال الأستاذ ريهانات المستقبلية من أجل أننا منضيعوش هذه النوقات التي تكلم اليوم الأستاذ ويكون لدينا وحد الحاصيل إن شاء الله في الأفق لابد أن المنظومة ديال النقل كنت تكلم عن البنيات والهيكلة القانونية والبناء القانونية أنها تطور كذلك بأجل مواكبة كل هذه المشاريع المستقبلية لأن بفعل ما زال لدينا منضومة من ناحية القانونية هي متدبديبة ويأني وتتعرجح بين وزارة أخرى اليوم لابد أن نجمع كل هذه القوانين وفق تصور لما لا وهذا مقترح مدولا للنقل تكون منسجمة بين كل أنماط النقل وأن ذلك يمكن لنا قوية الترسالة القانونية لأن القوية الترسالة القانونية وطوماتيكية القطاع الغير المهيكلة ولي كذلك كيضي يعني نزاف دي النقاط أنا اليوم كنت تتكلم عن نقاط كده لابد أن هذه القطاع المهيكلة اليوم نعطيه الاهتمام اللازم ونضمه كذلك لهذا النسيج اللي هو اللي غيكون في إطاره القانوني ولما لا التنفسية هي اليوم المغرب الحمد لله رهل يعني ضام التنفسية بين كل المقاولة وبين كل القطاعات وفي هذا الإطار ذكرتم أن المملكة مقبلة على حدث مهم يتعلق بلوجيتاغ لوجيتاغ على هامش بطبيعة الحال على هامش هذا المؤتمر الأول سننظم كأتحاد إفريقي لمنظمة النقل واللوجيستيك كذلك مع جماعة الطنجا وتحت الاشتراف وزارة النقل واللوجيستيك أول منتدى للحركية والنقل واللوجيستيك اللي غادي يكون إن شاء الله يعني وحد المؤيد في مبيانديناس طنجا اللي خلاله ستتم مناقشة كل القضايا ذا النقل على المستوى القاري وكذلك تبادل كل التجارب الحمد لله اليوم 37 دولة أكدت الحضور بوفود رسمية وزارة إفريقي سيحضر معنا إن شاء الله رحمة الرحيم بالأجل أن المملكة المغرية تبقى رائدة وكذلك لماذا لا مدينة طنجا العزيزة علينا تكون هي الرائدة في كتع النقل لك اليوم عندنا مدينة مكناس هي الملتقة للفلاحة إن شاء الله نصبوا أن مدينة طنجا تكون هي الملتقة السنوي لكل مهنين للنقل على المستوى الإفريقي والمغربي وكذلك لماذا لا نطورها تكون على المستوى دولي إن شاء الله رحمة الرحيم نعم أستاذ العلاوي كيف المشأ مثل هذه الأحداث أن تساهم دائما في تعزيز مكانت كل المدينة على حدة كما ذكر الأستاذ شعور لطنجا برسبة للوجيستيك مكناس الفلاحة ولملامد أخرى أكيد أستاذ أسمى أنا إلا كان برنامج مغرب التنمية فتنقول بأنه من مسؤولتنا كباحثين في الاقتصاد أو كخبراء أيضا أننا نطي بعض بعض الاقتراحات اللي ربما أنها تكون فعالة لأنه اليوم حين نتكلم على هذه التظاهرات اللي المغرب مقبل عليها من حسن حظنا أننا سننظم مثلا كأس العالم مع إسبانيا ومع البرتغال نعرف قيمة نتيج داخل الخام لإسبانيا ولبرتغال فأكيد بأنه كيفما كان شفت مؤخرا بأنه كان هناك يعني عمل مشترك معها الدول في القطاع الرياضي فأتمنى صديقا بأننا نشوف البزنس موديل ديالو في الطرق في الطرق سيارة يعني في كل البنيات التحتية وأننا ممكن في كل المجالات بشأنه ممكن أننا نوصل لهذا المستوى ديال البنيات التحتية التي يستحقها المواطن المغربين من طبع الحال بأنه عندنا الإمكانية عندنا نموذج تنموي جديد عندنا تصور عندنا كفاءات لكي يخص شكرا جزيلا لأستاذ الكريم هو الجدية إلا تكلمنا بالجدية وعملنا بالجدية أعتقد بأنه ربما نوصله في زمن شكرا جزيلا لك أستاذ دريس العلاوي المحلل الاقتصادي وأشكر أيضا لأستاذ مصطفى شعون الأمين العام الوطني للمنظمة الديمقراطية لأنقل واللوجيستيك متعددة الوسائط ورئيس الاتحاد الإفريقي لمنظمات النقل واللوجيستيك شكرا لكم على كل هذه المعلومات على هذه التوضيحات وشكرا لكم أيضا مشاهدين وصلنا إلى ختم هذه الحلقة إلى اللقاء اشتركوا في القناة